قال حدثنا وكيع عن هشامين عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النساء فوعظ فيهن وقال على ما يضرب أحدكم امرأته ولعله أن يضاجعها من آخر النهار أو آخر الليل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهته مثل أبي زمعة ثم وعظهم في الضحك من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل قال ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته جد العبد ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه قال حدثنا أبن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهته مثل أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن فقال على ما يجلد أحدكم امرأته جد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكه من الضرطة فقال على ما يضحك أحدكم على ما يفعل حثنا سفيان بن عوينة عن هشامين عن أبيه عن عبدالله بن زمعة وعظهم في النساء وقال على ما يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر الليل ترجمة نانسي قنقر